الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه سأله الفضل بن سهل في محضر المأمون سؤالا محرجا هذا السؤال عندما يوجه إلى أي عالم أمره يكون دائرا بين اثنين إما يحرج أو يكفر لا ثالث لهم وشيطان الفضل بن سهل تعرفون شيطان من الشياطين حسب تعبير الناس ذكي يعرف يريد أن يسقط الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا السؤال في محضر المأمون سأل الفضل بن سهل من الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام قال له يا أبو الحسن هل الخلق مجبورون الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم قال فمطلقون إذا ليسوا مجبرين فهم مطلقون فقال عليه الصلاة والسلام الله أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه الناس مجبرون أم مطلقون مجبرون الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم يجبرهم على شيء يجبر فرعون على الدعاءة الأولوهية يجبر السارق يجبر السفاك للدماء على أن يفعل ما صنع ثم يعذبه الله عز وجل أعدل من ذلك إذن مطلقون الأمور كلها لهم لا الله عز وجل يعرف أن الخالق لا يتمكنون أن يديروا أمورهم الخالق البشر يتمكنون أن يحركوا قلوبهم فقط هذا القلب الصغير يتمكنون أن يحركوا لا يتمكنون أن يصنعوا ما في جهاز الداخلي للإنسان يتمكنون لا البشر يتمكن من إدارة نفسه فهم مطلقون قال عليه الصلاة والسلام الله أحكم هناك قال الله أعدل هناك قال الله أحكم هذه خلاف الحكمة أن الله عز وجل يكل الأمور الأمور الخالق إليهم لا يتمكنون أن يديروا يوما واحدا لا ساعة واحدة ثانية واحدة لا يتمكنون أن يديروا أمورهم ثانية واحدة قلوبهم تتوقف أكبادهم تتوقف يتمكنون أن يحركوها الله أحكم من أن يعمل عبده ويكله إلى نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر